بسم الله الرحمن الرحيم دي حلقة جديدة من سلسلة تطوير مهارات الحل الرياضي اللي احنا بدأناها على القناة واتفقنا انه هنحط فيها الموضوعات المتنوعة والمختلفة في علم الرياضيات اللي هتقابلني في اسناء ماثرتي والتي لدى اندرك تحت اي سلسلة اخرى انا لسه قافل حالا تصوير الفيديو اللي فات اللي بنتكلم فيه عن ال Pi Notation لازم تكون سمعته انا اصلا جدت عامله عشان احل في مسألة النهاردة فقلنا نشرح الاول اللي احنا محتاجينه في هذه المسألة ونحلها في فيديو تاني فلو دخلت على الفيديو تاني من غير ما تكون سمعت الفيديو ده متوقع جدا ما تفهمش او هتلاقي نفسك مشهوش شوي ولو فهمت ربنا معك زي الفل فالمطلوب مننا ان احنا نروح نسمع الفيديو اللي فات نفهم يعني ايه Pi Notation نفهم من استخدامها ازاي لاني نهاردة هنطلق في المسألة من غير ما اقول اي كلمة في المقدمة هنخش المسألة على طول كان المطلوب مننا ان احنا الدرس اللي فات كان عايزين نحل التكامل من زيرو لPi على الاربعة قدام التكامل عندي كوزاين جنبها شكل غريب جدا كنا بالنسبة لنا غريب دلوقتي احنا بقلنا familiar جدا معاه بقنا مقلوف بالنسبة لنا اتعاملنا معاه وحلينا عليه examples وحلينا معادلات كاملة فيها حاجات مجهولة اه بسيطة بس حلناها وفهمنا خدنا ال properties كلها بتاعته الاساسية فأتمنى كنت سمعته هو الشكل ده لقينا قدام التكامل شكل ال Pi Notation اللي هي ال Product ال Repeated Product ال Repeated Multiplication زي السيجما بس بي ايه ضرب متكرر الدرب ده ايه لل Function اللي اسمها كوزاين وقدام الكوزاين دي انا عندي X فوق على 2 power k حيث الكي هي البرامتر او الكاونتر بتاعي في ال Pi دي اللي انا هبدأ بيه من اول واحد لحد الانفينيتي وفي الاخر دي X عارف ده معناه ايه الترم ده اللي احنا فهمناه الدرس اللي فات هو ده هدف الدرس اللي فات كله هدف لنفاهيمك ده ده كده تكامل عايزين نحسل قيمته بقى عايزين قيمة ال i دي طيب انت فاهم اصلا اللي احنا وصلنا له في الدرس اللي فات ان ده هو ايه ده عبارة عن ضرب متكرر لمين؟ لنتج تعويض هذا الكاونتر في هذه الدلة هعود بالكيب واحد وطلع حاجة في عود بالكيب اثنين وطلع حاجة ثانية عود بالكيب اثنين وطلع حاجة ثالت رابعة خمسة ستة ادرب كله في بعض بقى من اول واحد لحد انفينيتي يعني هيطلع لي عدد لا نهائي من الترمات كل ترم جوا كوزين انت متخلين انت النهاردة هتحل تكامل يبدو للوهل الاولى قدي ايه صعب انت هتحل تكامل قدامه كوزين فو كوزين فو كوزين الى اللانهاية ايه ده وما ليه اللي هنعمله هنعمل بقى اللي خدنا الدرس اللي فات هنسبليف هاي الشكل بقى هنستخدم ما فعلناه في اخر دقيقة في الدرس اللي فات وهو ما سميناه بالتليسكوبيج افاجت ان يجب علي حاجات كتيرة وارى بعض بس هل عليك انت ماذا يالكذا ولم يتصفصف على الى حاجات صغيرة بعد هو هو اللي نعمله اليهاردة 1 محتاجين نقطاطع من الرسمة twoer الترم الغريب وننذهب نزل به 대حد فككه ونبسته ونرجع به تاني في التكامل عندما يبقى قابل ان يت تطو في التكامل حالا تعالوا بهالا الاسم اللي الرحمن الرحيم كلم سهل خالص والآن التكامل بسيط ولكن hmm وهرجع في الاخر افكرك تخيل لو كنت قلت لك في اول لحظة هتحس بعجزة اوي انا مش شام ولا كلمة اديك فهمت بس اخذنا وقت ضد طبيع سنة الحياة عندنا الباي نوتيشا بتاعتنا استنا شرام علا قدامها كوزاين اكس فوق على اثنين قس كي حيث الكي بتبدأ من اول من اول واحد لحد الانفينيتي طيب ده كلام جميل انا ممكن اعمل حاجة لازيزة بس عشان ايه ما نتعبش نفسيا بدل ما اعود حط لك كوزاين في كوزاين في كوزاين كل كوزاين واخدك كي بشكل واح اثنين تلاتة اربعة كونتنج بدل ما اجي في الاخر وعمل نقط مش مقفولة للانهاية طب ما تيجي نعمل حاجة سهلة جدا هضرف لك بها معلومة نستخدمها في الاناليسز كتير اوي عشان ما نتخضش لما تقبلها في اي كتاب او ورقة بحثية بدل ما نلاقي الانفينيتي كده وده مش رقم يعني انفينيتي از نوتا نمبر هي معنا انت هتقفل بعدين بعد كتير اوي فبدل ما نستخدمها كنمبر كده من قش عارفين نقط فيين طب ما نخليها بان بص الحركة اللي بنعملها كتير جدا ان ونيجي في الاخر نقول حيثه اذا ذكرت الانفينيتي ذكرت الليمت لان هي في جميع الحالي انت بتقرب في الاخر بتعمل بتجيب النهاية بتقرب الموضوع عند لما القيمة تنستو حاجة معينة فانا هحط مكان الانفينيتي ان واجي برا اقول هاخد لمت لكل الهايلمان ده اللي جوال ان بتاعتي واقول حيثه ان الان دي لما تنستو انفينيتي بس كده في اي حاجة صعبة طبعا ايه اللي استفدتوا كده اولا ان انا مفقدتش المعنى بتاعي وهو ان الان فعلا بالتنستو انفينيتي لكن ايه اللي اكسبتو جوه ان انا بقيت عندي حاجة اقف عندها اللانهاية ما ينفعش اقف عندها لانها اللانهائية ان تجد نهاية لما ليس لو نهاية ده تناقض ده عبث فحب نعمل ايه بنحطها كشيء نهائي وهو الان بس هنقول برا ان الان دي هتقترب من اللانهاية عارف ان ايه تقترب يعني ايه رقم كبير فهو ده معنى كلمة نهاية رقم كبير جدا فاهم فاهم كده استفدنا الفايدتين ان جوه اقدر افك الاقواص دي واعرف ان انا اقف عند ان والان دي هي الانفينيتي على فكرة ممكن تقول لي مش اعمل كل ده وهاجه اسمي الانفينيتي ده باسمها كده انفينيتي واقعد احط كوزاين 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 في مضربوه في بعض واجه في الاخر اعمل نقط واقل له في الاخر هقف عند كوزاين اكس على اثنين قصة انفينيتي ينفع بس يعني ما بنحبش المنظر ده مش لذيذ بنحب نحطه ان وبعدين نقول ان الان بتنستو انفينيتي اعفك انت وانت صغير ما كنتش فاهم الفكرة ليه يا جماعة بتعبيرها كده ا لا لا ده ده نظام الرياضة كلام مهم جدا انت عرفه زمان كنا بنقول لك واحد على انفينيتي مش بتساوي صفر ولا حاجه زم انت اكتبش كده ده مش كتابة دقيقة لا بنقولش كده ان انفينيتي مش مش نمبر عشان تقسم عليه لكن هي مبدأ بين تنستو المبدأ ده ان هو رقم كبير جدا وإلا ما اقدرش اكتبه لان الكتابة تقضي الاحاطة وانت احطت ازاي بالحاجة اللان نهائية دي فبنكتبها ازاي منقول واحد على اكس لما اللمت تقول لي ان الاحس دي بتنستو انفينيتي ازن ان ات اجتل عزيزة واحد يقول لي طب ما هي هي ما انا اكني اللمت بتعود بال اكس في الاخر بانفينيتي لا هي بتعود بما يقترب لانفينيتي هي بتفاهيم الجملة دي بتعبر لنا عن الجملة اللي عايزين نقولها بقنا ان الانفينيتي مش رقم ده حاجة بنقترب منها بنجيب رقم كبير قوي يعني ده المقصود فده الكتابة الدقيقة للموضوع نفس الكلام عملنا دلوقتي لما لقينا حاجة جوه نفوضي تحط مكانها انفينيتي شلنا الانفينيتي وحطينا فاريول او حطينا سام لتر وقلنا ب دعبة طيب تعالى نفوك ده بق وفي الاخر نبقى نحطي انفينيتي فعلا انبقى نحل للمت عادية خالص نهاية هنلعب بقى في اللي جوة ده دلوقتي ده يتفك لإيه هيتفك لأول كوزين عواد بأول كيه ده بقى اللي خدنا الدرس اللي فقت هنقول كوزين طبعا كل ده قدام اللمت او شان ما ننساش كل ده هيتحطوا قدام اللمت ده هيتفك لإيه لكوزيناية اكس على اثنين قص واحد بإكس على اثنين في كيه بإثنين يبقى عوض هنا على 2، كوزاين فيxe على 2 più 2 يعني 4 فيه بل cells 1 ثم 2 ثم 3 وكل تعويضة بيطلع لي ناتج من هنا بحطه وضربهما يتقطع من الكونتر اللي وراه من الكونتينج اللي وراه وهكذا من كل دورة طيب كوزاين x على 2 أو 3 8 نقاط نقاط tomorrow كوزاين x على 2قص كان يبージ展俺� س завاشا ليس لذيذة لا أستطيع ذلك خالص لأن هذا يوجد مشكلية. كيف حصلت لها؟ فقلنا هي 2 أس إن حيث ال إن برها سنجعلها 10 to infinity في الأخرى. وهنا دي 2 أس إن. مثلا إن كابتا أو سميها إن سميها أي رمز. أنا بحاجة إن فور ننبر يعني. فاهم؟ طيب ده خلام حلم. نعمل إيه؟ فكر فيها الخمس سوائنة. هتلاقي أني مالاش حل. يعني كوزاين في كوزاين أكبر في كوزاين أكبر. لا يوجد أي روابط بين الأنجلز وبعضها. فإيه الحل؟ نفتكر فكرة اللي أنا قلت لك الدرس اللي فات في آخره. فكرة التليسكوبينج إفكت إن أنا ببقى عندي إريال كده. طالع منه حاجة أصغر طالع منه حاجة أصغر بدقهم كلهم جواب بعد بيتدكوا جواب بعد بعملهم مجرى. فده بيحصل إمتى؟ ده من سميه التليسكوبينج إفكت. بيحصل في الضرب لما يكون عندي كسر مثلا. مثلا خمسة على ستة. وهنا سبع على خمسة. وهنا سبع على تمانية. أخي الأخي اللي يحدث ستذهب مع دي ده هيروح مع ده وده هيروح مع حاجة وراها وده هيروح مع حاجة وراها لحد ما تلاقي كله تفضل لك ترمين. ترمي تحت هنا وهو وترمي هنا خالص فوق. ده من سميه التليسكوبينج إفكت لما يحصل في الضرب لما يحتاج كسر. كسور كثيرة وراء بعض ومتكررة. طبع أنا عندي هنا أول حاجة حصلت عليها. عشان أوريك الفكرة هتجيلك إزاي. أنا عندي أول ميزة وهي أن فيه أشياء كثيرة مضروبة في بعض. بالمنطق مقدرش أتعام معاهم بشكل فردي. ماني ولي. هتعب. هتعب إيه ده هموت أبما خلص. مش هقعد بقى هبصت دول مع بعض. واحد يقول لي استنى ليه. أنا خدت زمان أني كوزاين في كوزاين أقدر أعملها بأننا أحاولهم لحكتين مجموئين على بعض. ليه بعدين. وهما في كام كوزاين عشان تعمل كده. هذا فيه ألاف من الكوزاينات هتعمل بها إيه ولا إيه؟ هذا ليس حل. لكن عندما تجد كثير أور بعد. عارف. بتفكرني بجملة للإمام الشفعي. الأمر كلما ضاقة التسعة. والله العظيم تنفع جدا هنا. الأمر في الرياضيات القاعدة دي متحققة بشدة. الأمر كلما ضاقة. طبعا هناك شرطة للضاقة. التسعة. يعني إيه؟ يعني كلما تجد الموضوع صعب أو يتحلمني ولي. أعرف أنه ستجد فيه تركة تحلو لك كله باكتج واحدة. على بعضها كده. احفظها والله مني أنا ده ارتجال يعني. طيب هنعمل ليه بقى؟ محتاجين كسور. بدل ما تقول لي دول مع بعض أحاولهم لحاجتين مجموعين أو مطروحين. أقول لك تم تحول كل واحدة من دول لكسر. هو ينفع؟ هابدأ أجيب دي في علاقة أخرى تحولها للكسر. عندي أبسط شيء أول ما أرى كسور. أبدأ أفكر في إيه؟ في ضعف الزاوية. قوانين ضعف الزاوية. سين 2x كوزين 2x. طبعا كوزين 2x رخمة لأن فيها تربيعات وأنا لا أعقد الدنيا. نحن نقول لنا بأن نحاول نصولف بروبلم. ما بنجي نصولف. ما بنجيبش البروبلم نكبرها بنصغرها. دائما التربيع أسوأ من أن الحاجة تكون قس واحد. فما تروحش للأسوأ. أنت بتروح بتبسط. الحاجة لما تكون تربيع بنحاول ننزل بها لقس واحد. ليس العكس. فبالتالي كوزين 2x ليس ألطف شيء. لكن سين 2x حلوة. سين 2x. أنا أعرف أنها تساوي 2. سين 2x كوزين 2x. أقدر أجيب هذا في طرف. أحد يقول لي لا. لا لا. لا يوجد أي مشكلة. كوزين 2x. ستساوي. سين 2x. على 2 سين 2x. أنا أعرف أنك أول مرة ترى هذا الكلام. لكن أي المشكلة؟ دعيها أول مرة. لكي لا تبقى أول مرة. لا تبقى أول مرة. بلاش تبقى هذا الشخص. دعيك لديك حب للجديد لأن هذا سيزيدك بجد. أنا دلاتي قلتها كذا واحد قبل ذلك. من زميل المقربين يعني. أنا مستحيل حاليا أقرأ كتاب لغته سهلة. ولقيته كل مفهوم. عكس من الناس بتعمل. الناس بتروح للكتب اللي يقول لك. أنا أريد كتاب سهلة فهمه. لا. أنا أريد كتاب صعب ما أفهمه في الأول. لكن بالقدر المنطقي. يعني الصعوبة المنطقية. أخذ ودي معا لحد ما أفهمه. ده اللي هيقوين بجد. ده اللي هطلع منه أبقى اكتسبت شيء. لكن أنا مش جايب كتابي طبطب على قلبي يقول لي أنت شطر وفاهم. أنا مش عايز ده. طيب. فهنعمل إيه؟ عملنا قاعدة تحول لنا أي كوزين في الدنيا. لكسر من صين وصين تاني. شفت السوبر باور اللي حصلت. طيب تعال نرجع بقى لللي فات. ونقول عايزين كوزين اكس على اثنين. هتلاقي إن في ملحوظة أي زاوية تحطها قدام الكوزين لو عايز تعملها في صور الكسر. هتحط داع في الزاوية دي فوق ونفسها تحت. وفي اثنين جنبها. يبقى نقدر يجي أو معامل كده هو. هقول لك شيل دي. همسح بقى كل ده. شيل اول كوزين ايه كانت كوزين اكس على الاثنين. هتحط فوق داع في الزاوية يبقى صين. اكس على الاثنين في اثنين يعني اكس واحدة. على اثنين في صين نفس الانجل اللي كانت موجودة اللي هي اكس على الاثنين. اظن كفهيم اللي بيحصل. طب دي. ازل الانجل نفسها اكس على الاربعة. همسح. اكس على الاربعة. هنشط له نحط ايه. اكس على الاربعة. يبقى فوق. يبقى صين ضع في ال اكس على الاربعة. اكس على الاربعة في اثنين بكامل باكس على الاثنين. على اثنين في صين. الرولة هي. الرولة بتاع التحويل هي. سوف تتلق بطش. على 2 في صين نفس الأنجل اللي كانت موجودة اللي هي X على 4. لحسن تكون مفكر إن العلاقة دي تستغل على X بس. يا بني أي حاجة مكان X. كوزين أحمد بيساوي صين 2 من أحمد على 2 صين أحمد. أي حاجة مكان أحمد. فهمت؟ طيب نفس الكلام هنا امسح ده. كوزين X على 8. يبقى الأنجل X على 8. هنقول بتساوي. كسر. فوق صين ضعف X على 8 اللي هي X على 4. لأن X على 8 لو ضربتها في 2. سعيدك X على 4. اتنين تروح مع التمانية تفضلك 4 تحت. على 2 صين نفس الأنجل اللي كانت موجودة اللي هي X على 8. تك 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 تك. تفضلي هناك. X على 2 قصة N. هتشيلها وتضع. صين ضعف X على 2 قصة N دي. ضعفها كم؟ اضراف 2. طب ما أنا ممكن أقول اضراف 2. هتلاقي ده. راح مع الاتنين من اللي تحت. يبقى لو اللي تحت كانت 2 قصة 4. هيرروح مع الاتنين قصة 4. تفضل 2 قصة 3. يقل وخلاص. يبقى ده تبقى ن نقص واحد. يبقى صين. قدامها X على 2 قصة N نقص واحد. على 2 صين نفس الأنجل اللي كانت موجودة اللي هي X على 2 قصة N. يا رب ما يكونش في مشاكل. طيب. ايه اللي يحصل. هتلاقي سبحان الخلق. ده راح مع ده. ده راح مع ده. ده راح مع ده. ده هيرروح مع الوراء. يعني باي سامتري بقى باي. باي بالقياس. باي انالوجي. كله يروح مع كله. بس الاتنادي بقية. الاتنين اللي هجزع بموضوع. الاتنين اللي بره دي موجودة. عن لمون كلهم في الآخر. طيب. وده هيرروح مع. يعني خدت بالك. هو دايما واحد من تحت. يروح مع واحد من فوق. ففي واحد هنا هيرروح مع ده. منطقية جدا. ده مش هيرروح مع حد وراه ليه. لأنه ليس حد وراه. طب. مين هيرروح هنا. هيبقى نفس الشكل ده بالظبط. هيبقى 2 صين X على 2 قصة N نقص واحد. لأن ده الكسر اللي قبليه بالظبط. فمن فكرة ايه؟ لان احنا بنا نعوض بنعوض من اول. واحد لحد ان. طب ما قبل ما وصل الان. هبقى فيه ان نقص واحد قبلها. فده هيطلع لي كسر هنا فيه في المقام. ايه اتنين قصة ان نقص واحد. هتروح مع ده بالظبط. فتلاقي كل دول تكنسله. وفضلي اول واحدة من هنا. مع اخر واحدة من هنا. ده اللي عملنا الدرس اللي فات. اقدر او مختصر بقى الهصة دي كلها فيهم. يعني نقدر نجي ننزل يعني اقول لحاجة امسح ده. محبش امسح بس مش مشكلة امسح. نجي نقدر نقول بقى ان الناتج هيبقى. ده ناتج مين؟ الناتج. البي اللي احنا بنعملها. البي نوتيشن. يبقى عندي لمت. الان بالتنس تو انفينيتي. قدامها بقى الاقواص دي كلها تكنسلت. فضلي اول واحد فوق. سين اكس. على اتنين في اتنين في اتنين عدد ان من المرات. يعني اتنين قص كامل. عدد ان من المرات. احنا وصلنا في الاخر ان من الكسور. يبقى اتنين قصة ان. فيه صين تحت اللي اخر واحدة خلص تبقت هنا. صين قدامها اكس على اتنين قصة ان. مظبوط ولا انا؟ لا مظبوط. تمام جدا. جميل. فيه حاجة ملحوظة مهمة جدا. يبقى احنا كده الباي الكبيرة دي. كانت من واحد الانفينيتي. قلنا الانفينيتي هي نخط فوق ان. ونخط بره ان الان بالتنستو انفينيتي. لا حصلش حاجة يعني. عشان بس نبقى احنا ماشيين بشكل سليم. الانفينيتي دي نفسها بتعجزنا في الشغل. فرميناها بره في صورة limit. وفكينا ده كله. الاقواص كثيرة. الكسور كثيرة تكنسلوا مع بعض. وتفضل الكسر الجميل ده. عايز حل الانفينيتي دي بقى. قال لك طيب. اولا الليمت دي هتعوض مجرى التعويب. هنعوض بالان. الان بانفينيتي. هل دي فيها ان خالص؟ لا ارميها بره. اخلص من كل اللي مفوش ان. تقدر تطلع بره الليمت عادي. لان مش عاطي بحاجة. وقدامها المت دي فيه ان. مين اللي فيه ان؟ بقى في فوق واحد. على two power in. في سين x على two power in. معلش دي ممكن تطلع بقص سالب. يبقى اثنين قص سالب ان. ودي ممكن نكتبها كالقاتي. سين x على اثنين قص ان. اللي هي سين x في اثنين قص سالب ان. اي حاجة في المقام طلعتها فوق بالسالب. فهمت؟ لماذا عملت كده عشان يبقى التعويض سهل؟ عاوض بقى ما كان لن بانفينيتي. هتلاقي اي حاجة اثنين قص سالب انفينيتي بكامل. معناها واحد على اثنين قص سالب انفينيتي. يعني zero. مزبوط. فلو جيت تعاوض هتلاقي الباست ب zero. لما تعاوض بانفينيتي هتلاقي الباست ده ب zero. والمقام ده ب zero. يتضرب في اي رقم لإكسل بنزالنا some number. zero في اي رقم ب zero. سين zero ب zero. اطلع لك فوق zero على zero. يبقى كده انا ايه؟ يعني النهاية موجودة اقدر اجيب نهاية. اقدر بقى ايه احسبها. لو كانت حاجة تانية كنت تبقى لها value مباشرة. لكن هنا لا. النهاية محتاجة تتحسب. يعني اطلع لك ملن نهاية على ملن نهاية. اللي هي انفينيتي على انفينيتي. او zero على zero. اقدر احسب النهاية ساعتها. كيف بلوبيتال رول؟ نستخدم بلوبيتال رول أو أوبيتال رول. نعمل ايه؟ نشتق البسط ونشتق المقام ونعود تاني. الاشتقاق ده بيعملي عمية reduction. بيبسط لي الموضوع لحد ما قدر اعود بشكل ما يطلع عليه صفر على صفر. طيب نعود نشتق الاول يطلع لك ايه؟ يطلع لك اشتق ده. دعنا نكتب الشكل تاني. ادي ساين. اكس مالهاش ده عبره. الليمت تنزل زي ما هي. طول ما انت لسه ما خلصت الاشتقاق. يبقى لسه ما عوضتش يبقى بالتالي تكتب الليمت. كلام تاني عسانوي ده. اشتق اللي فوق. اشتقق اي ده اللي اكس بولنشل. ايه قس اكس مثلا. لما اجا اشتقها بالنسبة لل اكس بعمل ايه؟ بقول نفسها. فمشتقت قسها. في لن الرقم اللي هنا. لو الرقم ده ايه يبقى لن اي بواحد. لكن هو مش ايه يبقى لن ايه. تكتب. لو ده كان اي قس اكس. هتقوم ايه نفسها. لن مشتقة بتاعتها نفسها. في مشتقة قسها اللي هو واحد. لان الاكس مشتقتها واحد. في لن ايه. لازم نقول لن الرقم اللي هنا. اثبت ده ملاكش دعا به. مش وقته خارص. ده اولى سنوي ده. طيب. فهنا هنقوم ايه لن ايه بقى. هنقول لعايزين نشتقل بسه المقام. بالنسبة لمن؟ للفاريابل بتاعنا اللي هو المهم بتاعنا. الان. دي اللي التعويض بتاعها هو اللي عملينا اشكال. فنشتقيه بالن. يبقى الي فوق ده نفسه. فمشتقت قسه بالن. اللي هو سالب واحد. في الان الرقم بتاعي نفسه اللي هو الان اثنين. وعلى. مشتق indexasse مقام نفسه. مش شغطة عادي خالص. قام عرض له في ثالث قولك اشتق البسط لوحده. مشتق المقام لوحده. عادي. مشتق інben. بنفس اللي قدامها. و suficienteld. في مشتق nhấtppoề they even make me run. بقى الانجل اللي تد día. مشتقي Presidential mesmo. للآن. فالإكس ده سابت ينزل. الإكس سابت أهلا. لأنني أشتقم نسبة للإن يا ابني. اللي هي عاملة لي أزمة. اللي هي عاوب فيها بإنفينيتي. الفارياب هو المهم. طيب. اللي جنبها مجا شتقها بنسبة للإن بقى. الإكس نزلت. اللي جنبها شتقه يبقى نفسه. في مشتقة القص. في لين الرقم. اللي هو لين اثنين. هتلاقي إيه اللي حصل. ده هيروح مع هذا. السلب واحد يروح مع السلب واحد. اللي لين اثنين تروح مع اللي لين اثنين. عاوب بالإن. بإنفينيتي. هتلاقي إذا ما تعاوب بالإن بإنفينيتي تديك دي زيرو. فأي رقم بزيرو. كوزين زيرو كان بواحد. ده كل بواحد. وده كله راح. مع اللي تحت. وتفضل واحد فوق. إيه ده. بس كده. ما فيش حاجة دانية عاوبة مكانها. فخلصنا تشير الليمت بقى. يعني الليمت الهاي لامندا كله تلقى بواحدة على إكس آه. وفيه صين بركة تخرج خرقة. يبقى صين إكس على إكس. إيه الحلوة دي؟ صين إكس على إكس. ده خلاصة الليمت اللي جاية أصلا عشان نحل بيها. البي نوتيشن اللي كانت جوه التكامل. كل البي نوتيشن دي. شلنا الإنفينيتي وحطناها في صورة ليمت. بعدين فكينا كل الأقواس فتكنسلت مع بعض. بعدها حلنا الليمت تلعب صين إكس على إكس. ارجع بقى شيل كل اللي قدام التكامل اللي هي البي دي كلها. وقال لي دي بتساوي صين إكس على إكس. يبقى التكامل من صفر الباعة على أربعة إكس موجودة خلقة. في صين إكس على إكس دي إكس. ده كله تلع بصين إكس على إكس. وده عجيبة جدا. انت مستوى باللي حصل. يعني كوزين في كوزين في كوزين في كوزين لحد اللانهاية. تلع في آخر بتصفصف على صين إكس على إكس. لو انت عملت الأنجل بالشكل التناقصي ده. وده يعني مش شبيهة جدا بالدرس اللي فاتت. كان عميب برضو. كان مريب يعني. لو مش تتأكد تعال افتح ماما معي. انا نفتح نفس الصفحات اللي كنا فاتحينها. اكتب. الكالكوليتر بتاعتنا اللي بنلعب بيها. وتعال هنا اقول له انا عايز. اتلاقي تحت كده خانة بتاعت كيبورد. اقول له انا عايز ارسم دوال. اعايز. علامة الباية. اقول له انا عايز ارسم من أول. انا عايز ارسم فونكشن نفسها. كوزين. قدامها. كسر. فوق ده اكس تحت اثنين. قص ان. والشكل ده كله. انا عايز ارسمه لي من اول. ان بواحد. لحد ان بايه. ده مية مسلا. يا حلاوة. الشكل ده اللي حصل ده ده اعجاز. والله انا لو انت مش بيستغرب منه يبقى سواح العسل. انت متخيل يعني ايه كوزين. قدامها انجل معينة. كوزين في كوزين في كوزين لحد اللانهاية. او لحد رقم كبير. انا اضطيت نية مسلا. طلع الشكل فعلا سين اكس على اكس. انت مش متأكد. اقول اهو. ادفي ده خالص. وارسم. سين. اكس. اكس. ايه ده ده هي هي. اهو اقفل دي. شغل دي. شغل دي. شغلهم على بعض. مفيش فرق. متخيل. مفيش اي فرق. لما بقفل الاحمر ورجعه. مفيش اي فرق. الاتنين منطبقين على بعض. اهو. اهو. شبه منطبقين على بعض. تماما. لو قربنا جامد قوي. ممكن حتى ما نشوفش الفرق. مفيه احمر فوق اللازرق. او تحتية. اهو. مش شايفين الفرق كمان انت متخيل. اهو. تمام جدا. عافية ممكن يبني انتا لو خليت دي مسلا ايه. اهو. 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 وضح فرق. لو خليتها بدل انفينيتي. كنت حدثها بمية. خليت الانفينيتي دي عشرة بس. يعني عشر كوزينات من دول في بعض. كل كوزين عملت تريديوس. هتلاقي الإجمالي حصل ضربوهم. بيديك فونكشن. شبيهة جدا بالسين اكس على اكس. اهو. في الفعل قريبة منها. عافية ده مقبول جدا. اصلي في واحد زمان كان للأسف مش فهم الرياضة صح. فنفكر انه لازم ان كل حاجة تطلع بدقة متناهية. مش مطلوبة يا حبيبي. احنا في سوق العمل. في ارض الواقع في اي أبليكيشن. اللي قدامك ده جميل جدا. يعني عايز اقولك. الانفينيتي بالنسبة لنا في هذا المثال. بعشرة. اهي. الانفينيتي مطلع لنا ان الانج. منطبقين على بعض. تقريبا. الفرقات الطفيفة بينهم دي مش فارقة معي. حسب الابليكيشن. لكن غالبا متفرقش معنا. لانه عشرة دي كريمها كمان. بس. هو ده العظمة. يبقى نرجع نحط. كان البي دي. سين اكس على اكس. وهو كان نحطط لك اكس خلقه بره. كانسل دي مع دي. يبقى التكامل الاصلا للنهائي. سين. تعف تكامل السين. تكامل السين. بسالب. كوزين. عوض من صفر البعية على اربعة. السلب من رجزة عو ينزل. عوض بيع على اربعة. كوزين بيع على اربعة بواحد على جزر اثنين. نقص. عوض بالزيلو. كوزين زيلو بواحد. السلب يقلب لك الاشارات. يبقى واحد نقص واحد على جزر اثنين. واحد نقص واحد على جزر اثنين. لم يحب نسيب الجزر في المقام. يمكن أن تخلي دي. أو لا. خلاص. سيفة زي ما هي. بس كده. اي خدمة. الناتج واحد نقص واحد على جزر اثنين. بس شكرا. وعلى فكرة بما ان كل ده. يعني كل ده احنا اثبتنا ان هو سين اكس على اكس. ممكن اجي فوق وقول له. ارسم لي نفس الهيزة دي كلها. بس ادراوها بره في اكس. جميل. الغي ده خلاص كده. ادراوها بره في اكس. كده انا لو جبت. عايز نقطة بيع على اربعة. عايز احدد نقطة بيع على اربعة هنا. فاقول له. اه احنا احنا اعيزين اكس. تساوي. نعم الشكل يا حادي. بيع على اربعة. جميل! عارف؟ ادراو نقطة بيع على اربعة. لو جيت تحسب الاريا ده هي. اللي بين الزيرو والبيع على اربعة. للفونكشن اللي احنا اصلا قدام التكامل هاي. اكس في الهيزة دي كلها. هو ده قدام التكامل. احنا الله إدراو تحت الكيرف ده. لحد البيع على اربعة. نرسمت هذا لشنا نعرف كم كان بيع على اربعة. تحت المثلث ده هي تقريباً آخر من المثلث ده هو فعلاً اللي ستطلبه ما هي حد نقص واحد على جهزات اثنية تيك اذبت لك انها قريبة جداً منها تيك نشوف دي كام نقطة التقاطع هنا عندي أيه عندي اكس ببي على الاربعة صح يبقى القعدة الطول بتاعها ببي على الاربعة سنعمل العادة هنعمل لش عواز اذا ده تقريب مقبول ببي على الاربعة على ببي على الاربعة نص القعدة ادي القعدة هي نضربها في نص نص القاعدة في الارتفاع. انا بفترض انه مسلس. يعني هذا الكرف ده الكرفيتشور بتاعه ومش فارق معي. انا عايز افترض انه خط مستقيم كمان. وهو اريك ان الاريا قريبة جدا من اللي هنطلعناه. نص القاعدة في الارتفاع. الارتفاع كام? تعال نشوف. سبعة زيرو سبعة. اللي هي على فكرة تبع الجزر اتنين اصلا. في سبعة زيرو سبعة. نص القاعدة في الارتفاع هيطلع حوالي اتنين سبعة سبعة بعد الايه بعد العلامة. طب ما تيجي نشوف واحد نقص. واحد على. لا. جزر اتنين تلعت بكام? اتنين علامة قريبة جدا من السبعة سبعة. اه هو ده الكرفيتشور على فكرة. يعني ممكن اقول لك اذا افترضنا ان هذه المساحة كانت مسلسة. فما الفرق? او جمع لك وقول لك الكرفيتشور ده الحبة الفرط اللي على الجانب دول قيمتهم كام? اطرح القيمتين دول من بعض. اللي تلع معنا من اللي كان موجود اصلا. يبقى يطلع حوالي دين من سبعة سبعين يعني خمس سر من مية. بس ده الارور بتاعنا. اي خدمة. هي قريبة جدا من شكل المسلس. ادي اي خدمة. اه مدد يا الله. عشان كده لما لما بمئني دي طلعت سين اكس على اكس. لما ضربنا في اكس الشكل بقى قريب جدا من السين. الله اكبر يعني. فكده ادي المسألة. الناتك طلع واحد نقص واحد على جهاز الاثنين. خطواته سهلة جدا. كان محتاج بس تفهم. اتمنى تكون مدرك فكرة ان ما بنقفش على حل المسألة. المسألة مجرد كبري. وسيلة لاضاحة معلومة موجودة ضمنيا جوا المسألة دي. دعواتك ولا تنسى الصلاة على سيدنا الرسول الله صلى الله عليه و صحبه وسلم نتابع الدرس الجاي والسلام عليكم.